ألغام الميليشيا حرب مستمرة وضحايا جدد يسقطون اتباعاً في معركة لا تزال نتائجها مؤجلة وفي هذا الإطار كشف مرصد الألغام عن مقتل 484 مدنياً جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز منذ العام 2015 وأوضح المرصد في إحصائية حديثة أن ضحايا الألغام توزعوا بين 162 طفلاً و117 امرأة و205 رجال كما تعرض أكثر من 1200 مدنياً لإصابات وتشوهات وإعاقات بينهم 480 طفلاً ومرأة ولفت المركز إلى أن محافظة تعز هي أكثر منطقة يمنية مزروعة بالألغام مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت تقنيات حديثة من الألغام ذات شضايا تعمل بالمجسات الضوئية والكهربائية الحرارية وحصدت ألغام الميليشيا أرواح المئات خلال الأعوام الخمسة الماضية من عمر الصراع في عدد من المحافظات اليمنية ولطالما اعتبرت المنظمات الدولية حرب الألغام بأنها جريمة ضد الإنسانية